فيما يلي بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بزمن الفتن والغربة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويسمي كافرا ويسم مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تسشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت الاسموات والأرض قال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتين وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد في رواية وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجار بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار هذه الأحاديث تحذرنا من الفتن التي تحدث في آخر الزمان وتشدد على أهمية العمل الصالح والتقوى نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ويثبتنا على الحق